منذ تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وهي تضع في أولوياتها التوازن في السياسة الخارجية وهذا ما أكده رئيسها في أول كلمة وجهها للشعب العراقي علاقاتنا الخارجية يجب أن تكون ناجحة ونجاحها يعتمد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون والتوازن مع الجيران والأصدقاء في المنطقة والعالم انطلاقا من مبدأ سيادتنا الوطنية أولا ليبدأ الكاظمية عمله من المملكة العربية السعودية حيث أرسل مبعوثه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى الرياض لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار حيث التقى الأخير بعدد من الوزراء السعوديين لتفعيل لجان المجلس العراقي السعودي في المستقبل القريب مبعوث الكاظمي اعتبر خلال لقاءاته مع المسؤولين في الرياض الاستثمارات السعودية محركا رئيسا لإعادة إعمار العراق ودعا في الوقت نفسه إلى أهمية استفادة السعودية من الحصة الكبرى في مشروعات قطاع الكهرباء العراقي الواعد عبر التحرك نحو ربط كهربائي ثلاثي بين العراق والسعودية والكويت لما يمكن أن يسهم فيه ذلك في عملية التنمية علاوي كشف عن توجه حكومة الكاظمي لزيادة حصة السعودية داخل العراق في مجالات مختلفة منها الكهرباء والنفط والبتروكيميويات والزراعة لتحقيق التوازن مع دول أخرى كإيران وتركيا رغم معوقات الاستثمار في العراق السعوديون قابلوا ذلك عبر نائب وزير دفاع الأمير خالد بن سلمان بتأكيده على دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره واحترام سيادته ووحدة أراضيه بعيدا عن التدخلات الأجنبية مراقبون أكدوا أن خطوة الكاظمية هذه فتحت المجال أمام عودة العراق إلى محيطه العربي عبر بوابة تمتين العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الرياض العراق يحتاج إلى التوازن في منظمة العلاقات الدولية المملكة العربية السعودية شيء مهم بالنسبة لاستقرار الوضع في المنطقة اليوم ربما قد تختلف النظرة الستراتيجية لأسلطة تنفيذية إذا لم يكن هناك دعم دولي إلى النظام السياسي بدرجة الأساسي لم يكن هناك استقرار في العمل المؤسساتي العراق خلال هذه الفترة بحاجة إلى أشقاء العرب بدرجة الأولى بحاجة إلى أن ينفتح على المحيط العربي أولاً والمحيط الخارجي ثانياً لما يمر به العراق من أزمة اقتصادية أزمة صحية أزمة سياسية فلذلك هذا الانفتاح من شأن أن يخفف من الأعباء التي تقع على الحكومة العراقية رغم كل الأزمات التي يعيشها العراق إلا أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي ماضية بخطوات جادة وسريعة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان